مشاعره تجاهك مشاعر كويسة جدا يعني مشاعر حب مشاعر بيشوفك انت الام سواء انت راجل او ست بيسمعني فعنده مشاعر انك انت شخص انت اللي بتقدر تحتويه انت شخص عندك حنان ليه عندك يعني عطاء كمان فهو بيحس معاك احاسيس قوي جدا ممكن لو انت ست اللي بتسمعيني فممكن انت بالنسبة للشخص ده ام ولاده انت مصدر عطاء خير بركة وفرة عنده مشاعر قوية واحاسيس كويسة قوي تجاهك لو انت رجل برضو اللي بتسمعني من من برج الدلو فالشخص ده بيشوف انك انت الشخص اللي بتقدر تحتويه وانت الشخص اللي احنين عليه او بتسمعه كويس اه انت في حياته بتحقق له توازن بتحقق له سعادة اه بيحس بامان بطمأمينة اه احسس وجود الام كمان بيحس ان حبك ليه ممكن انت حسسه ان حبك ليه غير مشروط او مش اه معلق بشيء معين اه كمان عند في مشاعره فدي مشاعر حب قوية جدا وين جزاب ليك اه بشكل كبير يا برج الدلو. اه سواء على المستوى العاطفي او الجسد دي كمان. اه ده بالنسبة لمشاعره. تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. اه شايفه في تفكيره او افكاره اه تجاهك فين جزاب قوي ليك جدا. اه الشخص ده ممكن يكون اه احيانا بيبقى متعصب متهور اه ممكن اه العلاقة فيها كتير يعني اه بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده اه ممكن يكون شخص اه شوية متهور في التصرفاته. ممكن تكون طاقته نارية حتى لو هو برج تاني. احنا قلنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة اه شئتين. يعني ممكن انا اكون برج ناري. وطاقتي في الوقت الحالي مائية. يعني عندي المشاعر والرومانسية وحساسة الزيادة عن اللزوم. طاقتي مائية. رغم ان انا برج ناري مسلا. فهي دي الطاقة وهو ده البرج. لو انتم مش عارفين يعني الطاقة والبرج. فهو طاقته اه نارية اه او افكاره. اه اه شخص ده قلبه موجوع قوي. بحيث بواقي. هو حس ان هو جعلك قلبك او انتم فيه بينكم مشاكل متكررة. او فيه حاجة تخص طرف تالت. طرف تالت اهل. اه طرف تالت افكار. افكار مش كويسة. اه او طرف تالت يكون شريك عاطفي سعلا. كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها. ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده. او اه يكون انتم حصل بينكم مشاكل كذا مرة هي هي. يعني مش مشاكل متكررة مختلفة. لا نفس الشيء هو هو بيحصل في العلاقة. كل مرة مش بيتغير. فهو ممكن حس ان هو واجع قلبك بتصرفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده. كذا مرة او العكس هو قلبه موجوع منك بسبب حاجة انت عملتها كذا مرة. اه بيبحث الشخص ده عن توازن عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره عن ان هو يدي لك حقوقك لو هو اللي حاسبك لو هو اللي ظلمك او لو هو اللي مظلوم منك فهو بيبحث في كل الاحوال. اه طاقة فيها بحث. ممكن الشخص ده يكون شخص روحاني. اه ممكن يكون شخص اه تفكيره ناضج اه في الوقت الحالي. اه ممكن يكون اه اه منعزل لو انت بتشبت في علاقة سباسية في الشخص ده ما عندوش في الوقت الحالي هو الوحده. انا شايفة هو الوحده. حتى لو هو في علاقة فهو الوحده في الوقت الحالي. اه نحتاج ان هو يفكر ان هو يبحث عن حلول ان هو يبحث عن توازن ان هو يبحث عن العدل بينك وبينه او المساويات الاخذ والعطى بينك وبينه. فانا شايفة طاقة الشخص ده فيها بحث فيها بحث كمان بسبب اه زي ما قلت اه ان هو قلبه موجوع او مكسور في الوقت الحالي او ان هو اه بسبب العلاقة فيها ان اوف كتير. وعدم توازن ومشاكل وكده. فالشخص ده بيبحث في وقته الحالي بقته بحث عن حلول. اه نويات جاهك او تجاه العلاقة. اه زي ما قلت الشخص ده في نويات محتاج ان هو يتشافى اه اه يعني الشفاء من الام كتير اوي. يعني هو عنده التنف صورد. التنف صورد دي هي ممكن انتهاء لمرحلة الالم. هو شكل كارف سلبي مقلم جدا. لكن في نفس الوقت فيه جانب كبير اوي ايجابي. ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي. ان دي اخر مرحلة. ان اللي بعد كده اه لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله. لان مفيش بعد كده الم او مفيش بعد كده اه حاجة تاني هتحصل. في اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة الالم الكبيرة الفضيع اللي هو فيها دي ويفضل مستسلم لها ونايم كده او ان الشخص ده اه خلاص اه كل السيوف كده اخدها اه فيبتدي يقوم ويبدأ من اول وجديد فانا شايفة الشخص ده فعلا اه بيدور على شفاء على توازن على اه يعني عدالة في الاخد وفي العطى. اه فهو هيقوم يعني هو عنده القوة ان هو يستشفي من وضع زي ده. اه بيفكر فيك جدا بشكل كبير. اه شايف انك انت فرصة. اه شايفك كمان الشخص ده اه غير مشاعر الحب فيه مشاعر تقدير. شخص ده بيقدرك. يعني انت بالنسبة له اه اه مش يعني اه شيء قيم مش معناها ان انت شئت. اه هو طبعا كلنا شيء. يعني في القرآن موجود ان كلنا شيء. اه كمان هو شايف انك انت شخص اه يعني اساسي في حياته او انت شخص زوقي مع في حياته. اه في نوايا اه في اسرار. ممكن حس انك انت بتخبي عليه شيء. حس انك بتخبي عليه حاجة او حاسس انك اه آآ شخص غامض وهو مش قادر آآ يعرف حقيقة آآ مشاعرك في جاهه. آآ بيرقبك الشخص ده في نوايا. نوايا شفاق. الشخص ده محتاج يتخلص من اشياء تلبية كتير في حياته. وآآ وكنان آآ منحتاج ان هو ممكن تلاقيه بيتجهلك. في الفترة اللي جاية. ممكن تلاقيه دي يتجاه لك اه اه او تلاقيه ان هو با اه شخص غامض. اه هو ممكن يكون مش عايز يظهر مشاعره الحقيقية اه في الوقت الحالي. اه لكن هو عايز يحقق نجاح في العلاقة. يعني ممكن الشخص ده مستني يكون هو يعمل حاجة لناسه الاول او هو يزبط اموره الاول وبعد كده اه يبتدي يتعامل معيك او يبتدي يتكلم معيك. اه ده اللي موجود سنوياء. او الشخص ده سنويان هو هيعمل كده في الاول. وممكن اسناء ما هو بيعمل كده انت تحس بيتجاهل اه من ناحيته. اه لكن فيما بعد الشخص ده هيجي لك بعرض حقيقي. هيجي لك بعرض حقيقي وهيتكلم معيك وهيكون فيه بينك اه يعني انت كمان هتكون موافق على العرض اللي هو هيقوله لك ده. اه خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة. اه متمسك بيك الشخص ده. اه وبيه رقبك. فيه مرقبة منه لك او انت بترقبه اه لكن فيه ترقب. هو بيرقبك بهدف اه اه الفضول. او بهدف ان هو يشوف منك يشوف منك حاجة. او لو هو بيشك في حاجة فهو بيرقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو اه بيشك فيها دي هل هي حقيقية او لا. اه هي دي طريقة المرقبة اللي خايفها منه ديك في الوقت الحالي يعني. اه بيرقبك كده في في السر اه للبعض. البعض ممكن اه الشخص ده كان خرج من حياتك متسلل قبل كده يعني او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة. فهو خايف يرجع لك في الوقت الحالي. ممكن يلجأ لاشخاص اه اه لمساعدته. اه ممكن الشخص ده مكتوف منك. ممكن الشخص ده مستني يشوف منك اه 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 يعني اه اه او ضوء اخضر كده ان انت اه ان انت مستعد لان هو يرجع لك تاني. اه دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة يعني في كل حد يشوف المناسب به. اه لكن في كل الاحوال شايفة متمسك بيك. اه شايفة بيبص عليك. اه لبعضكم ممكن يكون الشخص ده شايف ان فيه بينكوا قديمي. او فيه او فيه تقاليد او حاجة بيتمنع استمرار العلاقة دي. لبعضكم طبعا. اه فخطواته القادمة الشخص ده يبقى بيبص عليك وبرقبك. في الفترة اللي احنا اتكلمنا عنها دي وممكن يكون اه يتخفى في اه او او يعمل اكاونت فيك مسلا. او كده ويرقبك او يسأل اشخاص عنك. اه فانت هتكون شغل الشاغل في الفترة دي. اه في ان هو يعرف حاجة عن اخبارك او كده والبعضكم زي ما قلت شخص ده متنسب بيك ومع كده هو شايف ان فيه شيء بيمنع. ممكن يكون انت متزوج. هو متزوج. اه فيه عائق فيه حاجة تخص التقاليد او عراف او كده. اه فيه مشكلة في العلاقة دي هو شخص ده شائصة. اه ده من ناحية خطوات. طيب اقول لكم اجابات الملائكة قبل ما نروح للاوتكم او مصير العلاقة. مش المصير المطلق للعلاقة لان اه ما نقدرش نتكلم عن مصير مطلق لان دي طقات متغيرة لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحلة اللي جاية اللي احنا فيها. اجابات الملائكة بتقول لك اه. اه في الاسابيع القليلة القادمة. اه لو انت تسأل على حاجة او شاكك في حاجة فبيقول له لك لأ. اه ممكن تقول اه بتشك ان شخص ده عنده طرف تالت او ان هو مش بيحبك او او او. يعني يا رب تكون لأ دي اجابة تكون كويسة بنسبي لك. ما تكونش حاجة وحشة بنسبي لك. اه كمان بيقول لك اه. اه في طريقة تانية افضل او في حاجة تانية افضل. اه فانت شوف ايه اللي انت بتعمله في الوقت الحالي. في افضل منه. في حاجة افضل منه. لو انت شايف ان شخص ده اه مش مناسب بالنسبي لك او شخص متعب بالنسبي لك او مش هتقدر تكمل. ففي افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقة بتدار بشكل مش مزبوط ففي طريقة اكتر من افضل من دي. بتقدر تدير بيها العلاقة طواء انت او الطرف التاني. بيقول لك اه اه في شخص راجع لك من الماضي. ممكن الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده. اه بيقول لك كمان ان الشخص ده حب حقيقي وهو ده توقم روحك. اه في كمان بيقول لك ان اه في عندك مشاكل من الطفولة. او عندك مشاكل في الاعلى. بس اقول لك على حاجة بور جدا. الكارتة ده بيقول حاجة كتير قوي. فهنحاول نختصر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني كانسين في صال احد الابوين. او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العاطسية في الوقت الحالي. دي حاجة. الحاجة التانية. اه ممكن تكون انت في خلاص مع الاب والام. وانت لازم تخليهم يسمحوك او تحل مشاكلك مع الاسرة. الاب الام الاخوات او او كده. في الوقت الحالي بحس انك انت حياتك اه تروح للافضل وتتحسن. ده مؤثر على حياتك. لو ده موجود. فايه كل حد يشوف اه في ايه او في مشكلة تخص الاطفال. او في حياتك العاطسية بتأثر على اه اطفالك. لو انت عندك اطفال. اه فخلي فانت خلي بالك من ده. اه فانت حاول انك تتطمن انك تشيل شكوك. زنون. اه او هام. اه الشخص ده بيقول لك ان هو سميت. اه في عودة شخص من الماضي. الشخص ده هو حبيبك. سعلا هو توقم روحك. اه لكن انت في عندك مشاكل خاصة بيك انت. مشاكل في نفسيتك انت. اه طيب. اه بالنسبة للي بيسأل عن الشغل. برج اله اه وطبعا اللي مستني الاوتكم. استنوني. خدنا كروت سريعة للعمل والمال والصحة. اه لان كتير اولي نتكلمي عنهم. اه العمل في عندك فرصة للعمل. ممكن بعضكم استني فرصة او مستني اسمه يجي في حاجة. او مستني اه اه صفر او مستني باسة هجرة حاجة كده. فده جايلك ان شاء الله وانت عندك القدرة على النجاح سده. لو انت خايف تقدم مرأة او كده. فعمل ده في الوقت الحالي. الفرصة متاحة وكبيرة. اه كمان انت عندك مهارات كتير قوي. فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبة لك. اه لان انت اه يعني اقادر على اي شيء في الوقت الحالي. اه كمان لو انت مستني سفر او عمل او كده. جهز كل حاجة. يعني ما تخليش فيه اي حاجة نقصة. اه بحيث ان الفرصة دي ممكن تجي لك في اي وقت. الموضوع هيجي لك بشكل مفاجئ. اه فجهز كل ورقك خليك جهز من كل حاجة في الوقت الحالي. بحيث ان لو جات في اي وقت مضيش من ايدك. لان ازي ما قلت هي جايلك في صورة فرصة. اه لو انت في شغل بالفعل فانت هتحقق نجاح كبير ويبقى عندك شهرة كمان. وهتبقى مميز جدا في الشغل ده. وهتبقى مشهور كمان. يعني هتبقى سيتك اه وصل لكل مكان او مسمع زي ما بيقولوا. لان انت هتكون اه 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 واخد طاقة المجيشن. يعني بتعمل اه كزا حاجة. تبقى مشهورة عند اه رؤسائك. انك شخص شاطر بتعرف تعمل كزا حاجة في نفس الوقت. كده. يعني كل ده يخص العمل. فانت عندك الناحية العملية. فكل الاحوال انا شايسها اه جيدة جدا. الصحة اه شايسها في الصحة اه في استقرار. يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعضكم ممكن يستفر لعمليات تجميل او ممكن يكون شكله هيتغير في الفترة دي للاحسن. اه ممكن بقى هتستعمل حاجات ممكن هتعمل حاجات تجميلية. ممكن لو راجل ممكن هتروح الجمه هتحسن من جسمك. لبعضكم ممكن نحتاج عنده مشاكل في القدمين او كده ممكن بسبب اه تخن او حاجة. فممكن بعضكم هيلجأ للجم او لدايت او لتخصيص بايا كان يعني. ففي حاجات تجميلية وفي اه شكلك هيبقى متغير يعني هيبقى منور هيبقى اه في اه طاقة حلوة عندك قوي على المستوى الصحة او الشكل يا برج الدل. اه الاموال اه انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد او طالب منحة او طالب قرد او في مساعدة انت طالبها من حد. وهتجيلك اه ممكن من الاهل او اه في حاجة هتجيلك في البيت. وفي اموال ممكن تجيلك تخص بيت. انك عايز تشتري بيت او عايز تنتقل لبيت او تفتح مشروع او اه في اموال انت طالبها عشان تعمل بيها حاجة اه كبيرة. ففي حاجة هتجيلك سواء قرد او او منحة او حاجة زي كده انك تعني بيها حاجة تخص كده مشروع بيت حاجة كبيرة يعني مش حاجة عادية يعني. فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي. بالنسبة للعازبين من برج الدلو. العازبين من برج الدلو انت بترأي بشخص ومتحير جدا في الوقت الحالي. متقلم تعبان نفسيا مش بتنام. عندك ارق كتير قوي وعندك افكار كتير وعندك لغبطة ومش عارف تحدد مصير العلاقة دي. او تحدد الشخص بعد ايه ممكن كمان تكون عندك اختيارات كتير. لكن انت بس على شخص امعين ومش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي. وده تعبك قوي. او بتفكر فيه شكل كبير. الشخص اللي انت بتفكر فيه ده ممكن يكون ماشي وسيبك. من غير سبب او من غير ما يقول لك يعني ممكن يكون هو عنده سبب. لكن ما قلقش عليه. آآ الشخص ده لو هو مش يوسيبك فهو رجع تاني. آآ لكن الشخص ده عايز يعمل حاجة. او هو غير راضي عن وضع في العلاقة. آآ آآ وعاوز يحقق رضا.